اهلا بينكيز ازايكم وعليه نهار ده جاتلكم فيديو جديد فيديو النهاردة بها هنشوف التحديس الجديد بتاع العبد افوتر وفي التحديس ده بقى اضافوا تحديس اللواء الفلانتين وكده فهنشوفوا بقى مع بعض وشكل عامل ازاي وكده فقالل هنبدأ بقى اضغط على زر اللايك وشترك بقى فقناة عشان نوصل 70 الف مشترك 100 الف اوكي يعني فبس كده خلاه نبدأ هندخل طبعا القسم بتاع السنديق والحزم وكده يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شكله اصلا كده جده كيوتو كل حاجة باللون الاحمر والピنك اوكي دولت ثاني هبقى هنجيبه ونشوف شكله اعمل ازاي من جوه واوا شكل العذبة مبارا شكلها كيوتا اوي شكلها كده حالوي كل حاجة باللون الاحمر والبنك بس جابوها هنا في البيت ده وكرما لو انتم لاحظين ل sola احمر كده لafse fust dani احمر وجايبه كمان الكعب ده المهم اااا جابوه هنا في البيت ده دولت ثاني بها هنفتح ال سندوق نشوف بقى شكله عامل ازاي وهيجب كم صندوق يعني هنبت نفتح يو شايفين القلب اللي طار ده كيوت قوي اوكي ده الصندوق تمام دلوقتي بقى يلا هنفتحه شكل الصندوق برضو حلو يلا واحد اتنين تلاتة اوكي شايفين شكل اللبس او شبه ما يكون دولاب كده بس فكرة حلوة قوي دولاب كده نقدر نفتحه ونقفله الشكل ده خلينا نطلع حاجة حاجة ونجربهم ده اول حاجة بقى اللبس بتاع البنات خلينا نجربه شكله كيوت قوي وحلو برضو اوه عندنا السكرت دي ونلبث بقى البلوزة دي اللي هي على شكل الورود كده وقلوب وكمان جاي السلسلة دي خلينا بقى نجرب كل حاجة السلسلة دي لع شكل الفيونكا والشنطة الكيوتة دي شكل الغيمة وكمان الشبشب ده او الصندل اللي هو باللون الاحمر وكمان الحلقان دي هي على شكل ممكن قلبة بس نشعرفها ويعني شكل فراشة حاجة زي كده بس هيا لونه اصفر يوه شكله كيوت قوي اوكي كده جربنا اول حاجة واول لبس كان موجود دلوقتي بقى برضو في لبس تاني خلينا نجربه بس تاني اللبس بقى للاولاد وكده للرجال فخلينا نجيب شخصية راجل كده موجود هنا ماشي خلينا نجيب الشخصية دي نفتحه بقى دلوقتي ونجرب اللبس اللي موجود ده لبس بقى للاولاد وكده ادهك كمان جايبين شنطة خلينا بس نلبس الاول البنطلون يوه شكله حلو كده مرسموه علي رسمة وردة تمام كده لبسنا البلوزة والبنطلون نلبس بقى الشيوز بتاعه تمام لشكل اللي ستايل كله كمان جايب معاه ساعة كده بس الساعة كده على شكل القلب او رسمة القلب اوكي لبستها وكده بس هيا مش باينة من اللبس لبست الساعة لبست الساعة بالشكل ده نقدر طبعا نشيله من الوضعية دي من لبسها له تاني مم بقى دلوقتي خلينا نجرب الشنطة خلينا بقى نلبسها بالشكل ده هل يطر فيها وضعية ولا حاجة مم لأ تمام كده خلاص كده لبسنا الهدوم خلينا بقى نشوف الحاجات الموجودة تاني عندنا هنا مثلا والشكل ايه ده مثلا شموع تمام في شموع هنا نقدر نضغط عليه بالشكل ده وتطلع علينا شمعة يعني نضغط عليها كذا مرة بقى نطلع علينا شمعة بس حسن درجات الالوان مختلفة شوية مم يعني دي باللون مثلا البنك الغامق وده باللون البنك الفاتح سأشكلهم حلوة اوه لقيت وضعية قوم من مسكتها ده اول وضعية تقريبا متقدمة لحد ودي هو الوضعية الثانية ياه شكلها حلو قوي اوه نفتح العلوة دي بردو نقدر بردو نقدمها بالشكل ده لنفس الوضعية ثانية عين نورتهلك اوه مفرد نخلي الرجل هو اللي يمسكها بس شكل ده تماما عندنا السلسلة دي اللي على شكل القلب خلان نجربها حلوة بجد شكلها حلوة يعني خلان نشوف اللي موجود تاني عندنا برضو الورود دي ولها نفس الوضعية اللي هيعملها كده في هنا بقى شكل القلبين دول برضو عندنا قلب كده وهم تقريبا زي ما يكون لعبة برضو بس هي برضو زي ما تكون هدية وبنقدمها وكده دي هم الاتنين دول ويه عندنا برضو شكل القلب ده بيتفتح مثلا ولا ايه برضو مش بيتفتح ولا ايه مش بيتفتح اه طالع بنحط في حاجة ثواني هل ايه طالع بنحط في ايه ده لو لاحظتوا حطيت القلب الكبير ده اه حطيت جوه القلب ده يعني الاتنين كده فوق بعض حاجة غريبة برضو نقدر نحطه هنا طريبا نقدر مثلا نضغط على الوردة بالشكل ده كده طلعنا وردة واحدة كمان بعد ما طلعنا وردة واحدة نقدر نضغط على الوردة كده وطلع لنا بقى طلع لنا الاوراق بتاعت الوردة نفسها اوكي يعني احنا في الاول بنضغط على البوكي بتاع الورد هيطلع علينا وردة واحدة وبعد ما نضغط على الوردة الواحدة هتطلع علينا بقى الاوراق بتاعت الوردة وفي شكل ده نقدر بقى نزين البيت مثلا يعني او نزين الطرقة مثلا هتبقى الشكلة حلوة يعني بالورود دي اوكي نشوف لو في وضعيات فيه ثلاث وضعيات دي اول وضع فيه ثلاث وضعيات دي اول وضعية اللي هي بتشيل الوراق تشيل اوراق الوردة كده خلصت أوراق الوردة خليني نمسك وردة تانية ونجرب هي مثلا أنا فهمت أول حركة نياب تقعد تقطع الورقة لغاية ما يخلص أخر ورقة مثلا تكون موافقة أو مش موافقة فتكون في وقت اللي هي تكون موافقة تكون فرحانة والوقت اللي ما تكونش موافقة تكون زعلانة يعني مش عارفة أوضح لكم الصراحة واسه هي الشكل ده أخر واحدة نياب وفقت مثلا يعني جات على أخر ورقة وخليني نشوف نجرب البوضعية التانية أنا برضو بتشيل أوراق الوردة ومسلا لو طلعت في الآخر أنها رفضت مثلا أو حاجة فبتكون زعلانة نشوف بقى المرة دي تكون إيه أظن المرة دي تكون زعلانة إنه بين كده تمام آخر مرة دي طلعت زعلانة ليا ما وفقتش أو مش بتحبه مثلا أين كان كالعادة بهدلت المكان خليني نشوف أنا حطيت الوردة هنا حطتها جوه القلب ده شكلها كيوت كده شكلها حلو نقدر كمان نحطها هنا مثلا نقدر نحط الشمعة برضو أوه نفعت برضو نقدر نحط الشمعة هنا أو نحطها هنا برضو تمام خلينا أولا صحيح نجرب الوضعية الثالثة أو الحركة الثالثة من الورود آخر حركة دي الثالثة مجرد مرة سمع عليها عالم تستفهم فهل يضطرة بقى هنشوفها تعمل إيه في الآخر تمام أوكي قربت تخلص الورق بتاع الوردة يلا بقى نشوف إلا هيحصل أوه إن كان خلاص قربنا نخلص ما عادش فيه آخر حاجة اللي هي العلبة بتاعت الشوكولاتة دي أظن كده صح؟ آه لا شوكولات ياو زي ما قلت برضو زي ما توقعت طلعت شوكولاتة طلعت شوكولاتة 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 حلو كده نجرب كده نضغط ممكن يكون في أشكال تانية والهم بس شكلين أوه عندنا شكل القلب ده وفي شكل تاني اللي هو ده أشكالهم حلوة قوي تمام؟ إذا عنا عندنا بس شكلين آه في شكل تالت أهو طلعنا شكل تالت وهذا شكل رابع بس كده أظن هم أربع أشكال بس تمام أشكالهم كيوت قوي آه بس نقدر طبعا نطلع الشموع دي مثلا نحطها هنا ونزينها آه مثلا نزين بيض ديكور البيت ونحط مثلا أوهود دي بتاعت الورود كده بس هي دي الحاجات اللي كانت موجودة بداخل الصندوق هي حاجات أولايلة جده كده عرفنا الحاجات الموجودة بداخل الصندوق وبس تقدروا بقي ترتّبوا للبيت أو تحطوا بقي ديكورات أو تحطوا بقي ديكورات وكده وترتّبوا برح تكون مثلا طبعا يتود بطidar شموع كده على الطرق أ boleh وتحطوا كده جنبها جنبها الورود وكده يبقى الشكلين حلو بس كده صنهاية الفيديو بس كده شوفكم في فيديو الجاي سلام لطبت الركن ده شوية وخليت الكرتونة دي زي ما تكون ترابيزة كده وحطت فيقوها بقى الورود والعلب بس حسائع مش احسن حاجة يعني بس عملتوا كده على السريع وكمان جبت الكراسة دي وخليتها باللون الاحمر او البنك يعني وقدي الشموع كده والورود حطتها بالطريقة عشوائية بس حاجة بسيطة كده ترجمة نانسي قنقر